قال النبي فأنصتي يا نفسك انخشعت لما قال النبي سطور هو قدوتي بجلاله وجماله بكلامه وبصمته التفسير في أكله في شربه في مشيه ريح القطى فوق الترابي عبير قررت سيرته إلى ضلبي بكى ثم انتشت بين الضلوع صدوره بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الأكارم نمضي وإياكم في برنامج وإن تطيعوه تهتدوا هذا البرنامج نطل به على حضراتكم في شهر رمضان المبارك كل يوم بكلمات من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم بكلمتين أو ثلاث يعطيك قاعدة أخلاقية تستطيع أن ترتقي بها إلى الله عز وجل هذه القاعدة اليوم ننهل من معينها ونأخذ من أحكامها كي تكون قاعدة في تعاملنا مع الناس كلام النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته اليوم والكلام الجامع هو قوله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم كلمتين من لا يرحم لا يرحم بدك رحمة الله ارحم من حولك الرحمة ما هي الرحمة الرحمة رقة تقفض الإحسان يكفيك فخر أنك تتصف بصفة من صفات الله عز وجل إنما يرحم الله من عباده الرحمة تابع جليل اسمه أويس القرني هذا التابع يعني حقيقة كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من اليمن من وادي قرن في اليمن لم يستطع أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابته إذا رأيتموه فاطلبوا منه الدعاء بقيت عالقة في زهن سيدنا عمر حتى رآه يوما في موسم الحج وطلب منه الدعاء هذا التابعي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان من رحمته أنه ينفق ما عنده من البيت من مال ومتاع وطعام هكذا ثم يقول اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به اللهم من مات عريانا فلا تؤاخذني به رحمة يعني في ناس قد لا أصل إليهم ولا أعرفهم ولكنه يرحم من حوله نحن كم نحتاج إلى هذا الخلق الجميل هذا الخلق العظيم هذه الصفة الإلهية الرحمة هذه الصفة النبوية الرحمة نحتاجها في رمضان كم هو من حولنا ضمن هذه الضائقة ضمن هذه الجائحة التي أتت على الناس جعلت الإنسان الغني إنسان فقير كم نحن بحاجة إلى أن نتعامل من حولنا برحمة وبهذا الخلق النبيل كتب ربكم على نفسه الرحمة الله عز وجل كتب وتعاهد بالرحمة ما أجملنا في رمضان أن نتعاهد أن نكتب على نفسنا الرحمة أن لا نتعامل بالقسوة ما أكثر القسوة الآن يعني القاس القلب ليس له مكان في رمضان رمضان أوله رحمة أوله رحمة شهر رمضان كل شهر رحمة كل شهر مغفرة كل شهر عتق من النار ومغفرة للذنوب أيها الإخوة الأكارم أكتب على نفسك الرحمة في أن تتعامل مع من حولك هدول كل أهليك أحبابك جيرانك يعني الناس الذين يعملون عندك اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه عمر في البخاري ومسلم يقول قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي الناس أسروا فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي امرأة يعني مرضعة وعندها حليب قال إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته هكذا المرضع سبحان الله يخرج منها الحليب هذا الحليب يعني هذا الحليب الطبيعي هذا الحليب قرأت تقرير من يومين أنه ليش بالشرق الأوسط بالشرق الأوسط يعني هذا المرض كورونا لم يأخذ فاعليته كما هو في أوروبا حكوا كثير المسلمين انضافوا كذا وشيء قال أن الإنسان الشرقي يشرب حليب أمه عنده مناعة سبحان الله اللهم بارك لنا في أمهاتنا وارحم الربان منهم يا رب العالمين قال فألصقته ببطنها وأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار ممكن أنه إذا أجأ ابنة تكبوا في النار قلنا لا يا رسول الله قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها الله رحيم الله نعصيه يعني يطعمنا ويسقينا ويرزقنا الأولاد ويعطينا المال ويعطينا العافية كيف يجب أن نكون مع الله عز وجل إذا كانت عنده هذه الرحمة هذه الرحمة يجب أن نتخلق بصفة الله عز وجل أيها الإخوة الكرام المؤمن لا يكون إلا رحيما ما بيصير يعني ما بيصير المؤمن يكون قاسي القلب هذا قاسي القلب اللي هلا في رمضان اللي معهم يحكي مع أخته قاسي القلب في تعامله في غلظته في قسوته في كلامه في لفظه يجب أن تكون رحيم نحن كل يوم بالصلاة نقول بسم الله الرحمن الرحيم كن رحيما رقة تقتضي الإحسان هيا الرحمة رقة 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 في التعامل رقة في اللفظ رقة في القول الرقة في العمل تقتضي الإحسان الرحمة تقتضي الإحسان من رحمتك أن تخفف عن مملوكك في رمضان عن خادمك عن العامل الرحمة والتراحم وصية الله عز وجل ثم كان من الذين تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة هذا هو حال المؤمن أيها الإخوة الكرام الجزاء من جنس العمل أنت بترحم الناس الله يرحمك لا ترحم الناس يعني يعني ربما تبتعد عنك رحمة الله أنت ربما تكون مريض وربما تكون في ضيق وكرب ما بدك الله يرحمك ويصرف عنك الضيق ما بدك الله عز وجل يرحمك ويصرف عنك هذا المرض ارحم من حولك من الناس ارحم الجزاء من جنس العمل النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه رجل سيد في قومي اسمه الأقرع بن حابس فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل أحد أحفاد الحسن أو الحسين قال يا رسول الله لي عشر من الولد ما قبلت واحدا منهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أفعل إذا كان الله قد نزع من قلبك الرحمة من لا يرحم لا يرحم نحن نقول ما بالو الناس في هذه الأيام نزعت من قلوبهم الرحمة يجب أن نكون كأسر كجيران كعائلة كمجتمع نتراحم ونتواصل فيما بيننا الحمد لله والله ما أن يأتي رمضان على هذا البلد بالذات الشام وكل بلاد المسلمين ولكن على الأخص حتى ترى الناس يتراحمون فيما بينهم ينظر الغني إلى الفقير بعين الرحمة شوف لما أنت عم تنظر بعين الرحمة الله عز وجل سوف ينظر إليك ويقول فإنك بأعيننا الجزاء من جنس العمل أحوج الناس إلى رحمتك هم من حولك هلأ أنت بالبيت ابنك بحاجة إلى رحمتك الزوجة بحاجة إلى رحمتك الخادم في البيت الذي يخدمك أو الخادمة النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعفو عن الخادمة في اليوم أكثر من أربعين مرة التربية للأبناء تحتاج رحمة الإنسان لما يكون عنده متجر ويشتغل عنده ناس يعني هؤلاء بحاجة إلى رحمتك التسلط والجبروت والقهر تجعل الخصومة وتجعل الشقاق وتجعل سوء التصادم وسوء الأخلاق فيما بين الناس النبي عليه الصلاة والسلام يقول الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل الصائم النهار نحن لما بنرحم من حولنا يعني إن كانت أرمل في رمضان أو مسكين في رمضان أو المريض 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 مو بس بده مال بده بده حنان المرض بده حنان أيها الإخوة الكرام إذا كان إليك أخي الآن أنت عم تروح وتجي وتشتغل إنسان مريض في رمضان يحتاج إلى الرحمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعل الرحمة بالحيوان يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فليحد أحدكم شفرة وليرح ذبيحة شوفوا هذه الرحمة النبي عليه الصلاة والسلام رأى إنسان يذبح شاتاً أمام أختها قال له قتلتها مرتين مهان على النبي عليه الصلاة والسلام بالله عليكم في رمضان أن نتمثل هذا الخلق الله عم يعاملنا بالرحمة من رحمته أنه يغفر لنا من رحمته أنه يتوب علينا من رحمته أنه يسامحنا هلأ خلينا نسامح الناس ويلي هيك بقلبه تجاه جاره أو اتجاه أخوه أو اتجاه أبوه أو اتجاه أمه أو صديقه قول أن اليوم سمعت درس عن الرحمة أن الراحمون يرحمهم الرحمن لذلك نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بهذا الخلق أيها الإخوة الكرام صلتنا الضوء اليوم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو من جوامع الكلم من لا يرحم لا يرحم من كمال الرحمة أن تتعامل مع الناس بالرحمة من كمال الرحمة حتى أنت تنال لرحمة الله عز وجل أولى الناس برحمتك هم من حولك والجزاء من جنس العمل إذا رحمت رحمت من لا يرحم لا يرحم سأل الله عز وجل أن ينزل رحمته متى ما نزلت الرحمة بيأتي الفرج سألوا الله عز وجل في رمضان أن يصرف هذه الجائحة عن البشرية وأول الأسباب أن نرحم الناس وأن نتسامح فيما بيننا وأن نحسن إلى الخلق الخلق أيًا كان إمرأة رأت كلبا يلحس الثرى قالت مسكين أصابه ما أصابني فنزلت فشربت وملأت خفها وسقت الكلب فشكر الله لها صنيعها شكر لها رحمتها فغفر لها في إحدى الروايات قال كانت بغي كانت إمرأة يعني زانية يعني زانية فغفر الله لها برحمتها يعني للناس ارحموا الناس في رمضان من أراد أن يتوب وأن يتوب الله عليه وكانت ذنوبه كثيرا وكان بينه وبين الله بعد فليرحم عباده بالكلام الطيب وبالإنفاق وبالإحسان إلى الناس أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بهذا الكلام هذا خير الكلام خير الكلام خير الكلام وأجمل الكلام كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من الفائزين برضوانك في هذا الشهر الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال النبي فأنصتي يا نفسك انخشعت لما قال النبي سطور هو قدوتي بجلاله وجماله بكلامه وبصمته التفسير في أكله في شربه في مشيه ريح القطى فوق التراب عبير قرقت سيرته إلى ضلبي بكى ثم انتشت بين الضلوع صدوره